تطول قائمة ضحايا الاغتيالات في مدينة تعز ويطول معها صمت السلطات الأمنية عشرات الاغتيالات سجلت أغلبها ضد مسلحين مجهولين فلم يكد يبقى شارع واحد في المدينة دون أن يكون مسرحاً لإحدى هذه العمليات آخرها كانت في جولة الحصب غربية مدينة تعز سقط نتيجتها ثلاثة جنود من القوات الحكومية وبحسب مراسل قناة بلقيس فإن الجنود تبادلوا إطلاق النار مع مسلحين مجهولين بالقرب من جولة الحصب ما أدى إلى مقتل الجنود على الفور بينما لاذا المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة عملية تبادل إطلاق النار جاءت إثر خلافات سابقة بين الطرفين حول قطعة أرض ليقطع بعدها مسلحون من أقرباء الضحايا الطريق العام احتجاجاً على مقتل ذويهم بينما اتجهت السلطات الأمنية في المدينة إلى التحقيق في ملابسات الحادث وملاحقة المسلحين سكان المدينة كانوا يأملون تحسن الأوضاع الأمنية بعد عودة المحافظ نبيل شمسان الذي ظل غائباً عنها لأشهر لكن هذه العودة لم تحدث أي تغيير ملموس فما زال الوضع الأمني في المدينة مضطرباً كما كان طوال السنين الأربع المنصرمة منذ تحرير المدينة من قبضة ميليشيا الحوثي مراقبون يرجعون سبب الانفلات الأمني لانتشار المسلحين في شوارع المدينة المحسوبين على نافذين عسكريين بالإضافة إلى توقف المواجهات بين قوات الجيش الوطني في تعز وميليشيا الحوثي الذي دفع المسلحين لاتخاذ شوارع المدينة ميداناً لتحركاتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر